نجمل الناس اللي اشتغلنا معاهم والله بيشتغل معانا بكل امانه بكل ضمير يعني معتبرنا اخوانه الصغار يعني زي ما تقول بانه قريب من عمار بعض اللي عيبه زي عدنان وكذا بقدوا عدنان استفت منك طبعا خاصة في اجتماعاتك معانا وتعلمت منك اشياء انه دائما الواحد يكون فيه ارادة فيه اصرار للشي اللي طبعا الواحد بيحققه فشفت في عينك الشي هذا وطبعا بعمانا شخصيتك شخصية يعني عصبية واضح عليك يعني في الاجتماعات بان عليك الشي هذا مساعد الزامل يمتاز بشخصية مريحة يحبوها الكل يحب مساعد لها مبادرات شخصية على مستوى المبادرات الاجتماعية الكل يعرف بطيبة قلبه واخلاقه متواجد في جميع المباريات في التمارين بشكل يومي ونعد أبو جامل ان شاء الله نرده ولو شي بسيط من اللي قاعد يسوينا الآن معنا رجل كان وقف معنا في معظم الوقات في التمارين في المعسكرات في المباريات استهل ثلاثة نقاط في كل مباراة أشكر رئيس مساعد الزامل على كل الود الذي نره منه في كل وقت خلال التمارين والمعسكرات يخلق جوا عائليا يحفز على العطاء الجيد أودوا أن أسأله عن مشاريعه المستقبلية للنادي وبماذا يفكر ويخطط للقادسية أنا منظمين جدا في الفاتس النياب قيلة أستاذ وليد الناجم وطبعا أستاذ مساعد الزامل بن وجيله رسابة بالرسالة أن يبقى فيه اهتمام أكبر وأكبر وأكبر بالفاتس النياب لأن الفاتس النياب منجم دهب للمنتخبات والنادي القادسية أكثر نادي القادسية يولد لاعبين كرة سلة كرة يد ألعاب قوة لا تنسون الرياضات الأخرى ترجمة نانسي قنقر